أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي هو ذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيعة وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه يقول الله تبارك وتعالى إن المتقين في مقامٍ أمين من عادة القرآن أنه إذا ذكر أهل الشقاوة ذكر أهل السعادة ذكر أهل السعادة وإذا ذكر الأشقياء ذكر السعداء وإذا ذكر الجنة ذكر النار لأنه مثاني وبهذا يتبين مناسبة هذه الآيات لما قبلها إذ ذكر الله سبحانه وتعالى قبل هذه الآيات حال الأشقياء ثم عطف بذكر السعداء فقال سبحانه إن المتقين أي أهل التقوى والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقايا بفعل أوامره واجتناب نواهيه في مقامٍ أمين أي في الآخرة وهو الجنة ذلك هو المقام الأمين قال ابن القيم رحمه الله جمع الله لهم بين حسن المنزل وحصول الأمن فيه وحصول الأمن فيه من كل مكروه واجتماله على الثمار وحسن اللباس وكمال العشرة لمقابلة بعضهم بعضا وتمام اللذة بالحور العين ودعائهم بجمع أنواع الفاكهة مع أمنهم من انقطاعها ومضرتها وغائلتها وختام ذلك أعلمهم بأنهم لا يذوقون فيها هناك موتا وهذا من كمال النعيم فإن اللذة مهما عظمت لا تكمل إلا بدوامها فلذات الدنيا مهما تلذذ بها المتلذذ فهي ناقصة لذة ناقصة وذلك بانقطاعها إما بموت صاحبها وذهابه عنها أو بذهاب تلك اللذة وذلك النعيم عن صاحبها أما الجنة فإنها دار النعيم المقيم الدائم في مقام أمين مقام موضع الإقامة والأمن الأمن من كل سوء وآفة ومكروف في جنات وعيون يلبسون من سندس السندس هو رفيع الحرير كالطمصان ونحوها والاستبرق هو ما فيه بريق ولا معان وما يلبس على أعالي القماش وقال ابن عطية السندس رقيق الحرير والاستبرق غليظه متقابلين وذلك من كمال نعيمهم فلا يجلس أحد منهم وظهره إلى غيره ثم قال الله سبحانه وتعالى وَكَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ أي هذا العطاء مع ما قد منحناهم من الزوجات الحور العين الحسان التي لم يطمثهن إنسٌ قبلهم ولا جان كأنهن الياقوت والمرجان والحور جمعُ حوراء وهي المرأة الشابة الحسنة الجميلة البيضاء شديدة سواد العين وعين جمعُ عيناء وهي العظيمة العين من النساء ولذا تمدحُ النساء بعظم عيونهن تشبُّهًا بالحور العين يدعون فيها بكل فاكهةٍ آمنين مَهْمَا طَلَبُوا مِنْ أَنْوَاعِ الْفَوَاكِهِ فَهِيَ حَاظِرَةِ ومع ذلك آمنين من غوائلها وآمنين من انقطاعها وآمنين من مضرَّتها ثم ختم الله هذا النعيم بقوله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى والاستثناء منقطع أي لا يذوقون فيها أي في الجنة الموت أبدا كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يُؤْتَى بالموت في صورة كبشٍ أملح فيوقف بين الجنة والنار ثم يُذبح ثم يُقال يا أهل الجنة خلودٌ فلا موت ويا أهل النار خلودٌ فلا موت لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى إلا هنا بمعنى لكن أي لا يذوقون فيها الموت لكن الموتة الأولى التي ذاقوها فقط وقيل بمعنى سوى الموتة الأولى وقيل لا يذوقون فيها الموت بعد الموتة الأولى وبعد تقدير إلا بعد هو تقدير بن جرير رحمه الله وسوى هو رأي بن عطية فضلاً من ربك يعني أن ما حصل لهم من هذا النعيم العظيم فضلاً من الله سبحانه وتعالى ذلك هو الفوز العظيم ولا شك فهو أعظم الفوز أن يدخل الإنسان للجنة ويكرمه ربه سبحانه وتعالى ويتفضل عليه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا أن أحداً لن يدخل الجنة لن يدخله عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل ثم قال الله سبحانه فإنما يسرناه الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى القرآن المذكور في أول السورة حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة فإنما يسرناه أي أنزلناه سهلاً واضحاً بيناً جلياً بلسانك ليس المقصود به الجارحة وإنما المراد به اللغة أي بلسانك الذي هو أفضل أفصح اللغات وأجلاها وأعلاها لعلهم يتذكرون أي يتفهمون ويعملون وكما قلنا في بداية السورة أن هذه السورة قد افتتحت بذكر القرآن واختتمت بذكر بذكر القرآن ثم قال الله سبحانه وتعالى فارتقب أي انتظر يا محمد إنهم مرتقبون أي فسيعلمون لمن يكون النصر والظفر وعلو الكلمة في الدنيا والآخرة فإنها لك يا محمد ولإخوانك من النبيين والمرسلين ومن اتبعك من المؤمنين قال ابن الجوزي رحمه الله وهذه الآية عند أكثر المفسرين منسوخة بآية السيف وليس بصحيح وليس بصحيح فإن كثيرا من المفسرين عمدوا إلى كل الآيات المكيها التي فيها الانتظار والإمهال وصبر النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة الله عز وجل لنبيه بالصبر ونسخوها بآية سورة التوبة التي تسمى آية السيف والصحيح عدم النسخ وجعلوا آية السيف سيفا على أكثر من مئة وأربعة عشر آية نسخوه كلها نسخوها بها والصحيح يا أخواني عدم النسخ وأن ذلك مرحلة من المراحل وتلك مرحلة أخرى ولذلك قرر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن لو عادت غربة الإسلام كما كانت على وقت النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نؤمر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أول بعثته وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير سورة الدخان وننتقل الآن للسورة التي تليها وهي سورة الجاثية سميت بذلك لقول الله عز وجل وترى كل أمة جاثية كما سميت بسورة الشريعة لقوله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر والتسمية تكون بأنواع كما ذكرنا ذلك مرارا كأن تسمى السورة بأول كلمة منها فيقال سورة سبحان ويقصد بها الإسراء وإن كان هناك تشابه في مطلع السورة فإنه يذكر من السورة ما يمزيزها بها عن غيرها كما قال الراوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر الجمعة ألف لام ميم تنزيل قال ألف لام ميم تنزيل لأنه لو قال ألف لام ميم واكتفى فإن ألف لام ميم تشترك فيه كم سورة خمس سور وبالتالي فهو قال ألف لام ميم تنزيل ليميزها عن بقية مفتتحة بكلمة ألف لام ميم ومن الأنواع التسمية أن تسمى السورة بذكر قصة فيها أو بذكر كلمة بذكر قصة كما في سورة البقرة فإنها سميت لورود قصة البقرة فيها عندنا في سورة الجاثية سميت الجاثية لورود كلمة وترى كل أمة جاثية وكما تسمى سورة الشريعة لأنه قال الله عز وجل فيها ثم جعلناك على شريعة وهذه التسميات منها ما هو التوق ورد النص به عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنه ما هو أُذِر عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن السور ما يكون لها اسم واحد ومن السور ما يكون لها أكثر من اسم أكثر من اسم كالفاتحة لها كم اسم أكثر من خمسة وعشرين اسم أكثر من خمسة وعشرين اسم ومن الأشياء المتعلقة بتسوية السور أن تسمى أكثر من سورة باسمٍ واحد كأن يقال سورة الحواميم سور الحواميم وهي المفتتحة بكما قلنا بحاميم أو سورة المعوذتين يقصد بها الفلاق والناس آآ الطواسيم إلى آخره طيب بعض الباحثين تتبع تسمية السور فلاحظ أنها تشتمل على أربعة أصناف الصنف الأول يا أخواني أنا دائماً أبدأ في مقدمة السورة نعطي فوائد عامة ولا نذكرها يعني نربط بين علوم القرآن وعلم التفسير بما يتعلق بما نحن فيه لأنه نذكر في هذه السورة فائدة ونذكر في هذه السورة فائدة ونذكر من هذه السورة فائدة ليكون أنفع فأسماء السور لوحظ أنها تشتمل على أصناف أربعة الصنف الأول وهناك أكثر من 26 سورة تدخل تحت هذا الصنف مثل سورة التوبة سورة الأحزاب الشورى المجادلة أو المجادلة الطلاق المطفثين إلى آخره كل هذه تتعلق بالضواهر الإنسانية أو الإجتماعية الصنف الثاني الظواهر والآيات الكونية وهناك أكثر من 22 سورة مثل الرعد النور الدخان النجم القمر البروج الزلزلة الصنف الثالث الأقوام والأمم الأقوام والأمم وأسماء الأنبياء وهي تزيد عن أربع عشرة سورة مثل يونس هود يوسف سبأ الروم قريش الأحقاف الصنف الرابع أسماء الحيوانات وما يتعلق بها مثل البقرة النحل النمل العنكبوت الفيل الأنعام إلى آخره محور سورة الجاثية ما الذي تدور حوله سورة الجاثية؟ سورة الجاثية كما قلنا سورة مكية ولذلك من الطبع أن تدور حول حقيقة الإيمان وقضية البعث وأصناف المكذبين كسائر السور المكية قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تقدم الحديث عن مطلع هذه السورة كما في سورة الدخان ثم قال سبحانه إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيى به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون إرشاد من الله سبحانه وتعالى إلى التفكر في آلائه ونعمه وقدرته العظيمة وما فيهما وقدرته العظيمة التي خلقت السماوات والأرض والتي خلق بها السماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات المختلفة الأجناس والأنواع من الملائكة والجن والعنس والدواب والطيور والوحوش والسباع كما أمر الله عز وجل أن نتفكر في اختلاف الليل والنهار في تعاقبهما الليل بظلامه والنهار بضياءه كما دعان الله سبحانه وتعالى أن نتفكر فيما أنزل الله من السحاب من المطر في وقت الحاجة وسماه رزقا وسماه رزقا لأن به يحصل الرزق وجعله سببا لحياة الأرض بعد موتها والحديث عن المطر هنا أيها الإخوة وحياة الأرض بعد موتها إنما هو تمهيد لتقرير قضية البعث كما سيأتي في هذه السورة لاحظوا أنه دائما بعض السور تفتتح بشيء تعالج القضية الأساسية التي من أجلها سيقة هذه السورة وبالتالي فقوله فأحيا به الأرض بعد موتها سيأتينا أنه كالتمهيد أنه كما أحيا هذه الأرض بالمطر فإن الله سبحانه وتعالى قادر أن يحيي هذه الأجساد ويبعثها مرة أخرى وتصريف الرياح أي جنوبا وشمالا بحرية وبرية ليلية ونهارية من هو ما هو للمطر ومن هو ما هو للقاح ومن هو ما هو غذاء الأرواح ومن هو ما هو عقيم لا ينتج لكن ألا تلاحظون شيئاً يا أخواني في هذه الآيات الثلاث ها يا أخواني هل تلاحظون شيئاً في هذه الآيات الثلاث أحسنت خاتمتها مختلفة الآية الأولى ختمت للمؤمنين والثانية يوقنون والثالثة بيعقلون فما السر قال ابن كثير رحمه الله آيات للمؤمنين ثم يوقنون ثم يعقلون ترق من حال شريف إله ما هو أشرف منه وأعلى هذا رأي ابن كثير وهو غير بيّن أن نجعل التعقل والعقل أشرف من الإيمان لكن أحسن منه كلام ابن عطية رحمه الله فإنه قال ذكر الله الآيات التي في السماوات والأرض مجملة غير مفصلة فكأنها إحالة على غوامض تثيرها الفكر يثيرها الفكر ويخبر بكثير منها الشرع فلذلك جعلها للمؤمنين لما كانت هذه الأمور يخبر بكثير منها الشرع جعلها للمؤمنين إذ في ضمن الإيمان العقل والتصديق ثم ذكر تعالى خلق البشر والحيوان وكأنه أغمض مما أحال عليه أولا وأكثر تلخيصا فجعله للموقنين فجعله للموقنين الذين لهم نظر يؤديهم إلى اليقين في معتقداتهم أما في الآية الثالثة فقد ذكر اختلاف الليل والنهار والعبرة بالمطر والرياح فجعل ذلك لقوم يعقلون إذ كل عاقل يحصل هذه ويفهم قدرها هذا رأي بن عطية رحمه الله في اختلاف خواتم هذه الآيات الثلاث وقال الأنصاري متلمسا حكمة أخرى في ختم هذه الآيات الثلاث مختلفة قال لأنه تعالى لما ذكر العالم ضمنا ولا بد له من صانع ولو قلنا من خالق لكان أولى من صانع موصوف بصفات الكمال ومن الإيمان الإيمان بالصانع ولو قلنا بالخالق لكان أولى هذا من عندي قول ولو قلنا بالخالق لأنه عبر بلفظ الصانع ناسب ختم الآية الأولى بالمؤمنين ولما كان الإنسان أقرب إلى الفهم من غيره وكان فكره في خلقه وخلق الدواب مما يزيده يقينا في إيمانه ختم الآية الثانية بقوله يوقنون ولما كان جزئيات العالم من اختلاف الليل والنهار وما ذكر معهما مما لا يدرك إلا بالعقل ناسب ختم الآية بقوله تعالى يعقلون ولذلك العلماء يا أخواني وضعوا قاعدة فقالوا إن خاتمة الآية تترجم عن معناها خاتمة الآية غالبا تترجم عن معناها ثم قال الله سبحانه وتعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون تلك آيات الله أي القرآن بما فيه من حجج وبينات نتلوها عليك بالحق أي متضمنة الحق من الحق فإذا كانوا لا يؤمنون بها ولا ينقادون فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون إذا كانوا لا يؤمنون بهذا القرآن بما فيه من الحجج والبراهين فبالله عليكم بأي شيء يؤمنون فبأي شيء هل هناك شيء أوضح حججاً وبراهيناً من القرآن فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ثم قال سبحانه وتعالى متوحداً المكذبين ويلٌ لكل أففاك ويل كلمة الدعاء بالمصائب ويلٌ لكل أففاك الأففاك الكذاب وهو الذي يقع منه الإفك مراراً والكذب الذي يكذب مراراً ويتكرر يسمى أففاك أثيم مبالغة في الإثم ويلٌ لكل أفاك أثيم حلافٍ مهين أثيمٍ في فعله وقيله ثم قال سبحانه لماذا؟ يسمع آيات الله تُتلى عليه أي يُقرأ يسمع آيات الله تُتلى عليه ثم يُصِرُّوا أي على كفره واستكباره وجُحوده كأن لم يسمعها كأنه ما سمعها كيف يُصِر على كفره؟ وهذا القرآن لو أنزل على جبل فرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله يقول الله سبحانه وتعالى فَبَشِّرْه أي من هذا حاله؟ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ أي مُوُّجِعُ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا هذا إيش؟ حال شخص آخر الحال الأول تجاهلها كأنه إيش؟ ما سمعها؟ استكبارًا وعنادًا الصنف الثاني من اتَّخَذَا هُزُوًا إذا حَفِظَ منها شيئًا استهزَأَ بِهَا وسَخِر أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ أي في مقابلة ما استهان بالقرآن واستهزَأَ به من ورائهم جهنَّم من ورائهم أي أمامهم جهنَّم كقوله كان وراءهم ملكٌ أي كل من اتصَف بذلك الذين صدوا واستكبروا وتجاهلوا سماع القرآن كأنهم لا يسمعون أو الذين اتَّخَذُوهُ سُخْرِيَةً واستهزاءً هؤلاء كلُّهم من ورائهم جهنَّم ولا يُغْنِي عنهم ما كسَبُوا شيئًا أي لا تنفعهم الأموال ولا تنفعهم الأولاد ولا الملك ولا الرئاسات ولا ما اتَّخَذُوا من دون الله أولياء إشارةً إلى الأصنام أي تلك الآلهة التي عبدوها لن تنفعهم كذلك ولهم عذابٌ عظيم ولهم عذابٌ عظيم العذاب وُصِف في الآية الأولى بأليم وفي الآية الثانية بمهين وبالآية الثالثة عظيم كلُّ ذلك تعظيمًا وصفاتًا للعذاب وتعظيمًا لهذا العذاب فهو أليمٌ ومهينٌ وعظيم فكما اختلفت أصنام فهم اختلف العذاب عليهم ثم قال سبحانه وتعالى هذا هُدَى أي القرآن والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذابٌ من رجزٍ أليم أي مؤلم وموجع ثم قال سبحانه وتعالى الله الذي سخَّر لكم البحر الله الذي سخَّر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون تذكيرٌ من رب العباد لعباده فيما سخَّر لهم من البحر وجريان الفلك فيه ولابتغائهم من فضله في المتاجر والمكاسب ولعلكم تشكرون أي على حصول المنافع المجلوبة إليكم من الأقاليم والآفاق القاسية فإن الله قد جمع لكم بين خيرَي البرِّ والبحر فهذا أجدى أن تشكروه ثم قال سبحانه وسخَّر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعًا منه ما في السماوات وباء في الأرض من الكواكب والجبال والبحار والأنهار وغير ذلك جميعًا منه أي من عنده سبحانه وتعالى لا شريك له وهذه من الآيات التي استُدلَّ بها على أن الأصف الأشياء الإباحة لأن الله عز وجل سخَّر كل شيء للناس جميعًا منه سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله ثم قال سبحانه وتعالى قُل للَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهُ لا يَرْجُونَ قِيلَ لَا يَخَافُونَ وَقِيلَ هِيَ عَلَى بَابِهَا لَا يَرْجُونَ أيام الله وقائع الله وقيل عذاب الله للأمم السابقة وإذا قلنا عذاب الله فالرجاء هنا بمعنى الخوف وإذا قلنا وقائع الله فالرجاء هنا على بابه لا يرجون الآن نبينا قل للَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ دَعْوَة للصفح وللتحمُّل الأذى وكان ذلك في ابتداء الإسلام وكان ذلك في ابتداء الإسلام أُمِروا أن يصبروا على أذى المشركين وهذه الآية أيها الإخوة هذه الآية مما من الآيات التي سُلِّطَت عليها آية السيف بالنسخي فقالوا إنها آية منسوخة ولذلك ابن عطية رحمه الله لما ساق الخلافة في نسخها وإحكامها هذه الدعوة ليست للمجالدة ولا للجهاد أمرهم الله أن يغفروا للذين لا يرجون أيام الله وبالتالي فبعض أهل العلم قال أنها منسوخة بآيات الجهاد بآيات الجهاد ابن عطية رحمه الله لما ساق الخلاف في النسخ والإحكام قال والآية تتضمن الغفران عموما فينبغي أن يقال إن الأمور العظام كالقتر والكفر مجاهرة ونحو ذلك قد نسخ غفرانه بآية السيف والجزية وما أحكمه الشرع لا محالة وأن الأمور المحقرة كالجفاء ونحو ذلك يحتمل أن يبقى محكما وأن يكون العفو عنها أقرب للتقوى وهذه الآية أيها الأخوة من الآيات التي استثناها بعض العلماء من مكيتها فقالوا إنها نزلت في المدينة وسبب ذلك أنه لما نزل قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قالوا أن الله فقير ربنا يطلب الصدقة يطلب القرض قال ذلك أحد المنافقين فاستلى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه سيفه ليقتله فنزلت هذه الآية قال بعض أهل العلم أنها مدنية بهذا السبب مدنية بهذا السبب فإن صح هذا السبب صححنا الاستثناء وإلا يا أخواني القاعدة أن الأصل أن السورة المكية كلها مكية وأن السورة المدنية كلها مكية ولم يصح من الاستثناء إلا آيات قليلة إلا آيات قليلة ليجزي قوما بما كانوا يكسبون ليجزي قوما من المراد بالقوم هنا يا أخواني قيل القوم المؤمنين أي ليجزيهم الله عن صبرهم عن أذية الكافرين لهم يوم القيامة وقيل القوم الكفار ليجزيهم بما عملوا من سيئات بما عملوا من سيئات والأول أولى أي تفسير القوم بالمؤمنين أولى من تفسيرها بالكافرين والمعنى على تفسيرها بالمؤمنين أن يجزيهم عن صبرهم عن أذية الكفار لهم يوم القيامة والجزاء من جنس والجزاء من جنس العمل ثم قال سبحانه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها مناسبة الآية لما قبل أنه لما قرر في الآية السابقة أن الله يجزي قوما بكسبهم ويعاقبهم على ذنوبهم أكد ذلك بقوله من عمل صالحا فلنفسه فهذه الآية تأكيد لما قرر في الآية التي قبلها ثم إلى ربكم ترجعون أي تعودون إليه يوم القيامة فتعرضون بأعمالكم عليه فيجزيكم بأعمالكم خيرها وشرها ثم قال الله سبحانه وتعالى وَلَقَدْ أَتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةِ الكتاب التوراة والحكم هو السنة والفقه إذ يقال لم يتسع فقه الأحكام على لسان نبي ما اتسع على لسان موسى عليه السلام والنبوة هي ما تكرر فيهم من الأنبياء من يوسف عليه السلام إلى عيسى عليه السلام فقد آت الله عز وجل بني إسرائيل هذه الأمور الثلاث الحكم الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات في المآكل والمشارب وفضلناهم على العالمين أي عالم أي في زمانهم وقد تقدم ذكر أمثلة لذلك في سورة الدخان وآتيناهم بينات من الأمر أي حججاً وبراهين وأدلة قاطعات فقامت عليهم الحجج ثم اختلفوا من بعد ذلك من بعد قيام الحجة وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم قال ابن القيم رحمه الله أخبر سبحانه أن المختلفين لم يختلفوا لخفاء العلم الذي جاءت به الرسل عليهم السلام وإنما اختلفوا بعد مجيء العلمي وهذا كثيرٌ في القرآن أي دائماً اختلافهم هل وقبل مجيء العلم ولا بعد بعد قيام الحجة ثم قال الله سبحانه وتعالى إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أي سيفصل بينهم بحكمه العدل وهذا تحذيرٌ لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم أو أن تقصد منهجهم هو عرَّض بذكر الأمة السابقة تحذير للأمة الحاضرة ثم قال سبحانه ثم جعلناك الضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم على شريعةٍ من الأمر فاتبعها أي اتبع ما أوحي إليك من ربك وشريعة الأمر يحتمل أن يكون واحد الأمور أي دين الله ونبوته شريعةٍ من الأمر أي واحد الأمور أي جعلناك على دينٍ واحد ويحتمل أن يكون مصدراً من أمر يأمر أي على شريعةٍ من الأوامر والنواهي فسمَّى ذلك كلَّه أمراً والشريعة في اللغة المذهب والملة وفي الاصطلاح ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده من الدين والجمع شرائع والجمع شرائع ولا خلافة أن الشرائع في التوحيد والمكارم والمصالح متفقة شرائع عن أنبياء متفقة في هذه الأمور لكنها مختلفةٌ في الفروع مختلفةٌ في الفروع شريعةٍ من الأمر قال ابن العربي رحمه الله والأمر يرد في اللغة بمعنين أحدهما بمعنى الشأن والثاني أحد أقسام الكلام الذي يُقابله النهي يقول ابن العربي وكلاهما صحيح أن يكون مُرادًا هنا ثم جعلناك على شريعةٍ من الأمر فاتبِعها وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ قال ابن القيم رحمه الله قسم الأمر بين الشريعة التي جعلها سبحانه وتعالى عليه وأوحى إليه العمل بها وأمر الأمة بها وبين اتباع أهواء الذين لا يعلمون فأمر بالأول ونهى عن الثاني أي اتبع الشريعة ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض أي ماذا تُغني ولاية الظالم للظالم إلا خزياً وبواراً فلا تُغني عنهم شيئاً وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ كما قال الله سبحانه وتعالى وَاللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إلى الظُّلُّمَاتُ ثم قال سبحانه وتعالى هذا بصائر للناس البصائر جمع بصيرة وهي المُعتقت الوثيق في الشيء كأنه مصدر إبصار القلبي ثم هذا بصائر للناس أي هذا القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يُوقِنون وهذا يؤكد ما ذكره الله عز وجل في الآية السابقة ثم جعلناك على شريعة من الأمر فهذا القرآن بصائر وهو الذي يهدي لهذه الأمور ففيه الأوامر والنواهي وفيه الهدى والرحمة لكن لمن لقوم يُوقِنون بهذا الكلام يعتقدون صدقة يعملون به يعرفون ما أخبر به القرآن وما أمر به القرآن فيمتثلون وينظرون إلى ما نهى عنه فيجتنبون فيجتنبوا عنه إلى هنا ننتهي من المجلس الأول من مجالس التفسير سورة الجاثية وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر